بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحقيق مهم لبي بي سي يوضح ما هو الدور الخبيث لدولة الإمارات أو المؤامرات في ليبيا ومن المسؤول عن قتل الطلاب العزل في إحدى المدارس العسكرية في يناير 2020 في العاصمة الليبيا ترابلوس هذا التحقيق يقول تحقيق بي بي سي الإمارات ضالعة في ضرب قاتلة بطائرة مسيرة في ليبيا تحقيق مذهل هذا فيديو بيوضح بالدليل القاطع كيف قتل هؤلاء الطلاب كشف بي بي سي عن أدلة جديدة حول مقتل 26 طالبا أعزل بطائرة إماراتية مسيرة في ترابلوس 2020 وأن الإمارات نشرت طائرات مسيرة وطائرات عسكرية أخرى لدعم حلفائها الليبيين وأن مصر تسمح للإمارات باستخدام قواعد جوية قريبة من الحدود الليبية عندما وقعت الضربة يوم 4 يناير كان الجيش الليبي اللي هو بتاع حفتر يحاصر العاصمة ترابلوس ولكن جيش حفتر نفى مسؤوليته عن الهجوم وأشار إلى مقتل الطلاب في قصف محلي لكن التحقيق الذي أجرى قسم بي بي سي أفريقيا بي بي سي عربي وجد أدلة عن إصابة الطلاب العسكريين بصاروخ جو أرض صيني الصنع يعرف ببلو أرو سبعة أي السهم الأزرخ سبعة أطلقته طائرة مسيرة تسمى وينغلونغ 2 هي صورة توضحية توضح مكان الأكاديمية العسكرية وكل النقاط الحمراء التي ترونها توضح القواعد العسكرية الموجودة في كل الأراضي الليبية وأوضحت أن في قاعدتين اتنين فقط اللي هم فيهم هذا النوع من الطائرات المسيرة الحديثة جدا الصينية وهذا النوع من الصواريخ الحديثة أيضا التي وجدت بقاياها في منطقة قصف الطلاب القاعدة الأولى هي قاعدة الجفرة وهي أقرب للعاصمة رابلوس والقاعدة الثانية وهي قاعدة الخادم العسكري كما وجدت تحقيق أدلة على أن طائرات وينغلونغ 2 كانت تعمل فقط من قاعدة جوية ليبية وحدة وهي الخادم وقت الغارة وأن الإمارات قامت بتزويد وتشغيل الطائرات المسيرة التي كانت متمركزة هناك وديت صورة لمكان القاعدة وللحركة الجوية الطائرات التي كانت تزود هذا المكان بهذا النوع من الأسلحة والصواريخ بي بي سي وجدت أيضا سجل أسلحة يبين أن الإمارات العربية المتحدة اشترت 15 طائرة مسيرة من طراز وينغلونغ 2 و350 صاروخ من نوع السهم الأزرق 7 والكلام ده عام 2017 نفت الإمارات في السابق أي تدخل عسكري في ليبيا وزعمت دعمها لعملية السلام التابعة للأمم المتحدة لكن الأمم المتحدة وجدت في عام 2019 أن الإمارات انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه على ليبيا والذي كان سري المفعول منذ 2011 بإرسالها طائرات مسيرة من طراز وينغلونغ وصواريخ السهم الأزرق 7 إلى البلاد كما وجد تحقيق بي بي سي أدلة جديدة على أن مصر تسمح للإمارات باستخدام القواعد الجوية العسكرية المصرية القريبة من الحدود الليبية قاعدتين مصريتين واحدة في منطقة واحدة سيوة والتانية اللي هي قاعدة سيدي براني في مرصى مطروح إذ تبين أنه في فبراير شباط 2020 إذ تبين أنه في فبراير شباط 2020 نقلت طائرات وينغلونغ 2 المتمركزة في ليبيا عبر الحدود إلى مصر إلى قاعدة جوية بالقرب من سيوة في الصحراء الغربية المصرية ديت صورة الطلاب العزل الذين تم قتلهم في هذه الغارة الإماراتية يعني الطلاب كانوا أقل من 20 سنة يعني هذا الطالب محمد صالح من سبهة هذا عبد السلام صالح من ترابلوس هذا سعد حمودة من ترابلوس وهكذا هذا من مرزق هذا من سبهة هذا من غريان يعني فقدت ليبيا في ذلك اليوم بعض من شبابها الذين كانوا في أعمار الظهور كما تظهر صور الأقمار الصناعية أن قاعدة جوية عسكرية مصرية أخرى وهي سيدي براني استخدمت في عمليات لطائرات ميراج 2000 المقاتلة الملونة بألوان لا تستخدمها القوات الجوية المصرية ولكنها تطابق تماما الطائرات التي تستخدمها الإمارات وهو نفس طراز الطائرة التي اتهمته الأمم المتحدة في غارة جوية على مركز للمهاجرين شرق ترابلوس في يوليو 2019 وقتل فيها 53 شخص يبا الإمارات هي الضالع والقاتل للمهاجرين والطلبة الليبيين وتعد سيدي براني أيضا وجهة للعديد من طائرات الشحن التي أقلعت من الإمارات مما يشير إلى وجود جسر جوي للمعدات أو الإمدادات بين الإمارات وقاعدة عسكرية تبعد 80 كم فقط عن الحدود الليبية ليا سيدي براني وقد حضرت الإمارات ومصر مؤتمر حول ليبيا عقدته أنجيلا ميركل في برلين في يناير من هذا العام حيث أكدت على دعمهما لعملية السلام التابعة للأمم المتحدة واتفقتها على الامتناع عن التدخل في الحرب الليبية اللي هنا الخريطة الأمامنا دي اللي هو باللون الأزرق دي الأماكن الخاضعة لحكومة الوفاق بينما التي هي باللون الأحمر هي الخاضعة لقوات المتمرد خليفة حفتر واعتمد تحقيق بي بي سي الذي استمر ثلاثة أشهر على أدلة فيديو لإعادة بناء الصاروخ الذي قتل الطلاب العسكرين في ترابلوس بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية لتأكيد وجود طائرات بدون طيار من طراز وينجلونج اتنين في القواعد الجوية الليبية وتتبع هذه الطائرات بدون طيار وهي تقطع الحدود إلى مصر كما يبدو وحل الفريق التحقيق أيضا بيانات الرحلات التي سجلها الرادار لتأكيد حركة طائرات الشح بين الإمارات وقاعدة سيدي بران الجوية العسكرية في غرب مصر وقدمت بي بي سي أفريقيا وبي بي سي عربي نتائج هذا التحقيق إلى حكومتي الإمارات العربية المتحدة ومصر لكنها لم تتلقى أي رد حتى الآن بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وضعنا حضراتكم حول من قتل الطلاب ومن يعبث في الأمن الليبي ومن يقتل أبناءنا هناك بدم بارد يعني فتش سوف تجد دولة المؤامرات أو الإمارات لأهمية هذا التقرير ولأنه يوثق كيف قتل هؤلاء الطلاب وكيف يقتل غيرهم هناك بأيدي بن زايد عميل الصهاينة ورجل إسرائيل الأول وكذلك عبد الفتاح السيسي الذي جعل من مصر ومن قواعدها مرتع لطائرات بن زايد التي يقتل فيها الليبيين الأبرياء بدم بارد وفي الختام نتمنى لكم وللشعب الليبي كله السلامة وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته